كشفت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر أن روسيا تعمل على تجنيد أربعمائة ألف شخص في قواتها هذا العام وفق الوكالة فإن حملة التجنيد العسكري تستهدف في البداية المحاربين القدامة وسكان الريف واستمخاوف من سخط شعبي لأسيما وأن الحملة الأخيرة هزت بعض الشيء الثقة الشعبية وأدت لنزوح ما يصل إلى مليون روسي بحسب وكالة بلومبرغ فإنه وعلى الرغم من بعض الأصوات الروسية الرافضة للحرب في أوكرانيا يصر الجنرالات الروس عليها ويعتبرونها حرب وجود في السياق أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي ديمتري مدفيدف أن روسيا تخوض حرباً مع جيش الناتو وليس مع النظام الأوكراني شدد مدفيدف على أن الحلفة متورط بشكل مباشر في الصراع ولم يعد يخفي مشاركته في هذه الحرب إذ يواصل تزويد كيب المعدات والأسلحة والمال فضلاً عن رغبته في إطالة أمد الأزمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مزيد من القوات كما أوردت بلومبرغ ينضم إلينا الآن أصبح جاهزاً من عمان الدكتور عمر الرداد الخبير والعسكري والاستراتيجي أهلاً بك معنا دكتور في ألوان الشرق وعلى شاشة الشرق للليلة دكتور بحسب بلومبرغ روسيا تعمل على تجنيد أربعمائة ألف شخص في قواتها هذا العام ما منطقية هذا الرقم بداية في ظل الظروف الحالية طبعاً وإلى أي مدى سيلبي هذا الرقم الحاجة الروسية بالفعل على الأرض مساء الخير لك والإخوة المشاهدين أعتقد أن هذه المسألة بحال ثبوت صحتها وهي مرجحة يجب أن نتذكر أنها التعبئة الجزئية الثانية في هذه العملية الخاصة إذ أعلن قبل في نهاية العام الماضي أعلن الرئيس بوتين عن تعبئة حتى اليوم لا نعرف ما الذي جرى بها وهل بالفعل تم تجنيد ثلاثمائة ألف مقاتل كما كان مستهدفاً في حينه ونتذكر كيف أن الكثير من الشباب الروسي غادر باتجاه المناطق التي أتيح له السفر فيها وخاصة تركيا في إعلان رفض للحرب على أي حال هذه التعبئة اليوم أربعمائة ألف ووفقاً لبلومبيرغ وأنها تتركز في مناطق الريف وتحديداً من فئة المتقاعدين العسكريين هي ترسل رسالة وتؤكد فكرة مركزية استراتيجية بدأت بها هذه الحرب وهي أن هناك انكشافات حقيقية بالجيش الروسي النظامي هذه الانكشافات تتجلى اليوم عبر التنافس مع ميليشيات فاغنر في باخموت والخلافات مع الوزارة الدفاع ومع القطاعات العسكرية النظامية نعم دكتور عمر بين تسريع تسليم الأسلحة وتسليم أسلحة متطورة كذلك ما ردت الفعل الغربي المتوقع برأيك على هذه التعبئة أعتقد رد الفعل الغربي يدرك أهداف هذه التعبئة وأنها تأتي في إطار استراتيجي مكشوفة بالنسبة للغرب إذ أن الجيش الروسي والقيادة الروسية لازالت تخوض وتخطط في إطار تكتيكي واستراتيجي لهذه الحرب ضمن مفاهيم الحرب السوفياتية سابقا بمعنى فكرة الجحافل والجيوش العرم رمية والقواطر وقوافل الدبابات والمدرعات والمدفعية ويبدو اليوم أن هذه أصبحت موضع تساؤل في ظل تطورات الحرب الدكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية التي يتفوق فيها الغرب على روسيا بدلالة اليوم نجد أن صواريخ كنجال وصواريخ إسكندر وبقية منظومات الصواريخ الروسية هي التي تحقق الضربات لمصلحة روسيا دون تحقيق المشاع على الأرض عبر الدبابات وعبر الجنود نجاحات لا أقول فشل لكن يجب أن نتذكر الدليل على ذلك أن المعارك الأرضية لا زالت اليوم تجري في مناطق يفترض أنه تم ضمها إلى روسيا في المقاطعات الأربع إذ أن ساحة المعارك لا زالت فيها سواء في مخبوط في الوسط أو في شمال خاركيب دكتور كيف برأيك سيتعامل الكريملين مع الرفض الشعبي حيالة معضلة التجنيد لأن حملة التجنيد الأخيرة تسببت بنزوح مليون روسي ممن رفضوا التطوع أعتقد أن هذه الحملة اليوم مقصودة هم يريدون الذهاب إلى الأرياف لأنه هناك ربما يعتقدون أن الموقف أقل حدة في ذلك ويبدو أن القرارات الروسية التي تصدر تباعا هي قرارات إلزامية بمعنى أنه سيتم إجبار الكثير من الشباب في الأرياف ومن بعض المتقاعدين العسكريين الذين خدموا في الجيش الروسي والجيش السوفياتي سابقا لإلحاقهم بالقوات وهذا حقيقة يرسل رسالة ويعكس أوضاع الجيش الروسي كما قلت قبل قليل وأن هناك مشكلة حقيقية لكن يجب أن نكون موضوعيين بإدراك أن هذه المشكلة مشكلة التجنيد كما هي على الجانب الروسي هي موجودة أيضا في أوكرانيا لكن بأوكرانيا أقل حد مما عليه في روسيا ولعلنا نريد أن نؤكد اليوم مجددا على ما قلناه سابقا عبر فضائيتكم بأن كلما طالت الحرب كلما زاد الانكشاف الروسي في ظل تساؤلات والتنافس كذلك مع الغرب لا شك حول شرعية هذه الحرب نعم أشكرك جزيل الشكر كنت معنا من عمان الدكتور عمر الاداد الخبير العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر